نبدأ على بركة الله نحن في السيكونس نمبر 1 العنوان التاحه هو me and my family me and my friends me and my friends me and my friends خلاص هذه السيكونس نمبر 2 me and my friends صح مي اللي هو أنا عندنا مي العنوان التاحه هو مي هو أنا ما and my friends وش عندنا عندنا مي هذه معندها تاعي شكون هما اللي تاعي أصدقائي أنا تاعي أنا أصدقائي أنا وأصدقائي أول حاجة عندنا مي هذه نحن لازم نعرفه كيفيش نعرف روحي صحة كيفيش راح نعرفه روحنا يقول لك what's your name what's your name هذه شفناها من بداية الدراسة تاعنا يقول لي what is what's what's is your name ها ونحطه هنا question mark نحطه علامة استفهام الإجابة الإجابة وش راح نقوله راح نقوله my name is مثلا my name is اسيل اسيل صح سؤال واحد اخر يقول لك مثلا هنا how old يعني يعني شحال عمرك how how old are you كي نسمعه كلمة old معتها العمر هنا راح نقوله I am I am أنا أكون أنا أكون مثلا eleven eleven years old 12 سنة هكا تابعوني صح يعطي لي سؤال واحد اخر باش نبعدتيك هذا ونربطهم فقط ونحطهم كبارغراف فقرة صغيرة ليا أنا صح سؤال واحد اخر وش يقول لي يقول لي هنا يا where where are يعني where اينا where are you from ها question mark هاذي يقولولها question mark question mark question mark ما فهم where are you from منين انتايا اسكنتايا من فرنسا اسكنتايا من معلباليش لازم هنا نقولولو I am from Algeria عدنا اجابة واحد اخرى راح نقوله I am Algerian Algerian تسمى هنا هدرت ليه أو عطت ليه الجنسية تاعي nationality 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 اللي هي الجنسية نقدر نقوله I am from I am from Algeria أنا من الجزائر أو نقوله I am Algerian I am Algerian هذه الآن في الأخر Algerian أوكي صح رحوا سؤال واحد اخر هنا يا وش يقول لك يقول لك where 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 do you live where where do you live there okay why 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 imagine why what we what why capital حرف لاتر حرف كبير حرف كبير fat حرف starting جملة capital question كوستن مارك لأنه وراه سؤالة كوستن صحة زي دهنية عندي I كيف كيف وراهي هنا وراهي هنا يا وراهي W I am I وعدنا الجيريا في البلدان دائما نحطو ال capital letter وفي البدية نتاع الجملة دائما capital letter افهمني مليح باش مبعدتيك نروحو التمارينات صحة وش عندي هنا خلاص قولنا I live in باتنا انا اسكنو او اعيشو في باتنا عدنا واحد السؤال واحد اخر يقولك what is your job what is your job وش هي الخدمة تاعك job المهنة عدنا الجاب هي المهنة اوكي او يقولك what is your occupation occupation كيف كيف المهنة راح نقوله انا كتلميذة راح نقول I am a pupil I am a pupil يعني تلميذة انا اكونو تلميذة اوكي تلميذ نزيدولو هنايا نزيدولو هنايا at at نكتبولو اسم المدرسة التاعي at نكتب اسم المدرسة هنايا ونحط له middle school زلت لك هذه المدرسة باش كينكتبوا الباراغراف نقيها واجدها middle school تكتب لي اسم المدرسة تاعك هنا middle school مفهوم دقيقة بركة تلاميذة اذا كنتم عندكم اوكي خلاص وش عندنا شوفو عندنا هنايا اه لا نعود لكم هاذي قبل قادش ما سجلتهاش نعودوا هاذي شوفو يكتبوا عندكم انتم الوضعية وش عندنا اول حاجة قولنا نبدو ب الگريتن لازم نبدأ بالتاحية حنقولوا هنايا hi ولا hello في البراغراف التاعي ونبادتيك نتكتبها في لوكاية تاعك صح رح نقول hi what is your name آه عفوا my name is asil my name is asil full stop نقطة full stop I am 12 years old هاهي full stop نقطة I am from نكمل ديريك نكمل الجمل التاعي I am from Algeria and and و ما نحطش نقطة ما نحطه and وش نربطها نربطها بالمكان اللي راني عايش فيه and I live in باتنا I وراهي I am a pupil at وتكتب اسم المدرسة middle school هذا مكان هذه هي البراغرافة التاعنا صح وانتبهتوا لالكابيتول ليسر ونحطوهم مفهوم اوكي بعد نكسبها لكم ونحطها لكم في الصفحة التاعي صفحة التاعي teacher maddy اوكي ونحطها لكم مع الحسن مسجلة مع الصفحة خلاص اوكي اوكي ذيا صح شوفوا هنا شوفوا هنا وش عندي عندي صفات الملكية صفات الملكية نحن عندنا في اللغة الإنجليزية عندنا عندنا personal pronouns personal pronouns اللي هما I you she he it they we you 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 بس صح نظري نخاطب في واحدة برك فيكم نقولها يو ولا واحد برك ذكر نقوله يو إذن يو تصلح لي للمفرد وتصلح لي للجمعة مفهوم؟ إذن عندي هنا هي صفة ملكية صح عندي هذا القلم هذا يكون قلمي this is my pen this is my copybook this is my copybook هذا واسمه copybook صح هنا يأهز هز تاع هو تاع هو صح هر تاع هيا يوضعوا نشوفوا أمثلة عليهم يور تاكن تايا this is your pen هذا القلم هو تاك يور بن صح هنالو كان راني جالس مع صديقي في القسم وكان تنميذ تخليش جيدو ما نعرفوش ونسق سي صاحبي عليه وش رح نقول له what is his name تشير له بصبعك تقول له what is his name هذا كله هي what is his name what is his name رح يقول لك صديقك his name اسمه هو his name is usama his name is usama التمهيز هذي للذكاري نقوله هو تعو هو صح عندنا هنا what is her name what is her الهر هذي تعا هي هي زي ما نقوله هنا هنا يا اكزامبول استلنا وتشوفوا وش نقول هنا صح وش عندي دقيقة فقط نقلب الورقة شوفوا هنا يا تلاميذي شوفوا رح نقول مثلا حنقول مثلا مريم 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 is my mother مريم هي أمي مريم تكون أمي نكبر شوية فقط مريم تكون أمي مريم is my mother صح هاي نقطة وش رح ندير هنا رح ندير her name her مثلا her age هنقول مثلا عمر تساعة هكذا أو her jobs يعني المهنة هنسهل لكم شوية التلاميذي باشتفوا مو خاش سنة أولا متوسط انتم ما شوفوا وش نقوله هنقوله هنا ها هي نقطة ها هي نقطة ها هي نقطة وش نقوله هنا هنقوله her her name ها هي her name اسمها her name is مريم ها هي مر مريم ها هي مريم خلاص لو كان نحكي على بابا وش نقول my father is a مثلا طبيب دكتور is a doctor صح he is name is محمد اوكي خلاص تلاميذي فهمتوا هذي اقبت اذا هنا نروحوا لحاجة وحدة اخرى شوفوا هنا يا تلاميذي عدنا عدنا هذا الدرس هنا ايا اسلل يقري بالورقات فقط شوفوا هنا عدنا وحدة درس يقولوا له capitalization capitalization يعطيك سؤال يقول لك حط capital letters where necessary يعني ضع يقول لك capitalization وقدر يقول لك punctuation شوفوا عدنا punctuation هذي تجي في السؤال بزرق باش تفهموها عدنا punctuation 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 اوكي punctuation 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 اللي هي العلامات الترقيم علامات الترقيم وعندنا capitalization اللي هي هذه كتبوها اللي هي هذه الحروف الكبيرة تسمى نحن عندنا بعض النقاط ونحط فيها الحروف الكبيرة مفهومة الاميذي اوكي صحة شوفوا هنا عدنا امينة عدنا هذا زجن قاطي يقول لهم colon colon زجن قاطي صحة hello فاصلة تسمى مور الهالو ومور الهاي والgood morning تسمى مور تاحية دائما فاصلة كاما يقول لها كاما كاما I am احمد شوفوا احمد capital A capital A صح full stop what's or what is your name what is your name علامة استفهام نقول لها question mark question mark صحة نحن capitalization وين تجيب تجيب في البلدان البلدان يكتبوا عندكم رقم واحد كنشوف بلد كانتري كانتري ولا سيتي ونحط لها capitalization يعني capital الاول كما الجيريا باتنا انجرندا هذا ما يهمني في أول الجملة في وسط الجملة في آخر الجملة عالي دائما البلد أو المكان أو الولاية دائما capital لاتر في الأسماء اثنين الأسماء كما سارة سارة محمد ديما ما يهمنيش في النص في اللخر دائما الأسماء حرف كبير مفهوم أوكي أوكي في البداية تاعة الجملة في بداية الجملة في بداية الجملة دائما الحرف كبير حرف كبير أوكي صحة عاود أخرج واي الورجا لما عندوش الصوت يخرج فقط و يولي هاكي إذا واش عندنا هيا آخر عندنا قولنا واحد في البلدان ثنين في الأسماء ثلاثة في بداية الجملة زيد عندنا كي تكون علامة تعجب اكسكلاميشن مارك كي تظل عندي اكسكلاميشن مارك موراها ديريكت كابيتول لاتر نعطيكم مثال شوفوا هنا سمحولي فقط نجيب ورقة واش عندنا هنا سمحولي دقيقة صح عندنا هنا شوفوا شوفوا هنا واش عندنا عندنا نقول مثلا هاي هاي ونحط علامة تعجب دائما نمر علامة تعجب كابيتول لاتر ماي نايم ونكمل بصح كذا اللي عندي فاصلة ها نحب نحط الفاصلة فاصلة حنقول هكذا ماجسكيل يعني سمول لاتر الام تكون سمول لاتر اوكي بعد الفاصلة دائما عندنا سمول لاتر ولكن بعد النقطة بعد النقطة زي ما نقول مثلا احلام هاي نقطة نحن نمور النقطة دائما كابيتول لاتر زي ما نقول هنا اي 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 كابيتول لاتر ولا نقول what is your name تقولوا my name is احلام what is your name تاكن تايا what is your name هنا دابليو كابيتول لاتر اوكي صح زي ما نقول وش عندنا محدة اخر زي ما نقول good morning good morning هاي هاي فاصلة good morning رح يقول لك هنا my name ولا اي كيف كيف لو كان جت عندنا الاي نكتبو هكذا الاي دائما تكتب كابيتول لاتر ما هي من اي فاصلة نقطة في اخر الجملة دائما اي هكذا كيف كيف تكتب اوكي صح او اللي عندنا السنوني من نايس هي glad glad اوكي glad هاي glad بعدنا نشوف الاسئلة تاكم الى كفان نايس نايس تاكم ميت يو فاصلة تاكم هاي نقطة تاكم معتها سر بلقائك اي ظن انت اي ظن مفهوم اوكي هذي هي يعني الحواج المهمة اللي خاصكم تعرفوها اوكي زيد وش عندنا عندنا درس نطق الاسوات يقولون لهم ديف طونغ انتم احفظون فقط هذا يقولون اي 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 وهذا يقولون اي اي هذا اي بالصح هذا اي هذا نطق خفيف اي كما حرف ا ينطق اي بالصح اي ينطق كما الحرف هذا اي او لا هكذا اي خلاص نعطيكم مقاعدة صغيرة تدوها معكم باش هكا تتعلموا وفي نفس الوقت خاصكم تتعلموا النطق مفهوم بلادي صح مثلا يعطيني كلمة ساي ها ساي وانا ما نعرفش نطق متاعها اسكو تيجي هنا او هنا صح ماليش يعطيني كلمة واحد اخرى يقول لي مثلا عفوا هذه الكلمة ها فيها اي تايم تايم ها تايم اوكي صح كي يقطع الزوم من ربعين دقيقة عودوا فقط تقليكوا عن رابط الدخل عادي نورمال شوفوا هنا عدنا هذي وش فيها هذه الكلمة فيها حرف ا حرف اي تيجي هنا ساي نحطها هنا ساي يعني يعني كيكون حرف بصح الحرف الآ مر يكون حرف الثاني اي تتحط هنا فالتائمة وكين بعض الكلمات ما عندهم ش هذه القاعدة خاصة نحفظ النطق تاهم مفهوم زي ما تلميذ السنة الرابعة متوسطت كلمة مثلهم هذي ديلوا لي هذي هنية ولا هنية عندنا كلمة ديزاين شوفوا دي زاين ديزاين وراها الاي هوف الحرف الثاني اصلا اصلا هذي هذي تنطق دي دي عذي دي دي زاين زاين مفهوم هكا كيفاش نحلو يعني التامر نمتعنا صحيح وعطيتهم يعني طريقة ملي حايدوها معهم صح وش عندنا اذا الجدول هذا خلاص سهل ماهل صحيح مافيش حتى اشكال اوكي اذا عدنا صح عدنا كلمة my my تم بالإقراج my كيف كيف عدنا high high تيجي هنا يا فالآي my high الى اخره يعني مفهوم حبيبي بعدتيك نحط لكم الاخر اذا كفرنا الوقت طبعا اذا ما كفرنا الوقت برمج لكم حصة واحد واخرى نفس الأسبوع يعني ان شاء الله يعني علاش لعلى شوفوا هنا التامرين هذا وش قال لك i supply the punctuation i supply supply مت اضعو اضعو او احددو the punctuation and capitalization where necessary where necessary وش عدنا اعطانا جملة هاي hello my name is ايوب ويقول لي حط لي capital letter يعني الحروف الكبيرة واسكون ديرو فاصلة اسككين نقطة علامة استفهام etc نحلكم هذه الجملة عدنا hello هنا دائما قلنا حرف كبير hello صح مر ال hello دائما فاصلة my name is ايوب ايوب اسم اذا capital a نقطة في الاخر سهلة ولا ماشي سهلة سهلة مهلة طول اوكي عدنا هذا الجدول يعطيه لك في الفروض ولا الاختبارات يقول لك اكمل هذا الجدول من النص اوكي عدنا greton اللي هي التحية greton التحية name الاسم aj العمر city اللي هي المدينة وعندنا country البلدة وفرق بين country وفرق بين city صح هنا في الفارغراف التاعنا نوري لكم فقط country والراحي و city وراهي شوفوا هنا كي نقول I am from Algeria هذه هي country Algeria كيفاش عرفتها من خلال كلمة from مفهوم او يقول لك I am Algerian ويقول لك حط لي country وتخرج لي country من الجنسية الجنسية Algerian nationality مش country كي نخرج الكانتري من الجنسية ونقوله Algeria Algeria مفهوم هذا مكان صح وراهي country ها هي country بنايا كيفاش عرفتها بلا city city هي بنا كيفاش عرفتها بلا هذه هي city من خلال الفعل live نقوله city شوفوا نقوله city ولا نقوله home town home town city ولا home town ولا town واحدها بركان town town ولا home town ولا city هذا في ثلاثة نفس المعنى مدينة مفهوم مدينة او ولاية او قرية او حي خلاص اوكي سح نروحوا هنا شوفوا المقطع الثاني سوف نعطيكم كصص الزوم التاعي اللي قدرتها للجروب التاعي صح ما عليش نعطيها لكم في سبيل الله شوفوا هنا نحن في السيكونس نابر 2 عندنا my family members my family members افراد العائلة كلمة members هي افراد افراد العائلة اوكي واش عندنا my parents اللي هما بابا ويمة نقولوا لهم my parents my parents repeat after me يعني عاود مورايا my parents father father mother father mother the the هذي كيفاش نعرفها على حسب practice كنت practiceي ونبراكتيسي ونبراكتيسي نفرق بين th لانو نحن عندنا th عندنا تنطق th ولا th كيما في كلمة th ثالافة ثالافة راح نقوله thery very th 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 three three ونرمز الحرف ث باللغة الانجليزية هاكدا نديروا سفر وفصطوا دئرة هذا th هذا ولكن ذا ندير له هكذا هذا يقرون له ذا نقول شعور حرف ذا و ندير له هكذا باش نشفع لي مفهوم هذا ذا يعني تي ايتش تظلي في بعض الكلمات تنطق ذا نكمله هنا عندنا هنا الاس جمع بس نقول my brother أخي singular يعني مفرد my brother عندنا sisters أخواتي البنات sisters هكينا اس نقول لها أخت واحدة سنقول my sister أختي أنا 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 ابني نقولوا my son my son الابنة نقولوا لها my daughter daughter يعني الابنة ولكن نتفاداوها لا نطقوها صح عندنا هنا واحد الفعل خاصنا نكونوا على بنا به اللي هو فعل to have صحة زي ما انتيا تقولي عندي قطة عندي قطة ولا انتيا تقول عندي سيارة أو أنا أملكو سيارة أنا أملكو قطة كيفش نحن نقولها أنا أملكو قلم قلم أملكو أو عندي عندي هنستخدم فعل to have to have راح نقول نصرفه بطبيعة الحال في المضارع البسيط present simple أركم تسمعوا تلاميذي أركم تسمعوا أكتبوا لي فقط رقم تسمعوا خاش ما كومش ها بالنسبة للتسجيلات نتاع الزوم سنسجل للفصل الثاني أوكي عندي مخزن فقط مخزن فقط بالنسبة للسنة أولى والثلثة متوسط عندي مخزن فقط ولكن ان شاء الله الفصل الثاني الفصل الثاني سنبدأ تسجيلات مور الإختبارات لسنة أولى مبدئيا عندي سنة أولى متوسط وبعد ذلك نشوف إذا نزد الثانية ولا نزد الثالثة هكا مبدئيا سنسجل الأولى فقط أوكي 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 مبدئيا لا نزد الثانية لسنة أولى متوسط المقيم لسنة أولى متوسط سن عملُكون لا نقول اي هف كات اي هف كات خصنا اه هنا اي هف اه كات اي هف اه كات ولا نقول اي هف اه دوغ كلب اي هف اه دوغ اي هف اه كار ها اوكي صح من بعد نشوفوا كيفاش ندروا اه والان والذ بطريقة سهلة جدا صحة واش عندنا هنا عندنا نقولوا يو هف ذي هف وي هف بصح مع الشي هي ات عاودي خرجوا اي اي اد عاودي خرجوا او درجة الشي هي ات الصوت غير مجرد سنو تشوفوا نعاود نقطع الصوت ونديروا ها هكذا تسمعوا ركوا تسمعوا هكذا ها يا سلاميذي هكذا تسمعوا ها هكذا تسمعوا صحيتو شي هاز شي هاز اللي عنده صوت متقطع ري عنده ريزو يشوف ريزو بمليحة في الاخر تاو شي هاز اذا تناميذي قلنا مع شي والهي والات نقول هاز 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 ما نقولوش هاذ خطأ لانه المفرد المفرد سواء هو ولا هي ولا الشي ات او اي شي جامد ات شوفوا مثال على ات حنقولوا هاز 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 ما فهم شوفوا هنا زيد هنا يا تلاميذي شوفوا هنا يمليح ماذا عندنا متى نستعمل الفعل هاذ زي ما نقول اي هاذ اكات اي هاذ اكات انا لدي اكات قطة الاي هاذا هو اي هاذا هو نقولوه نحن بالعربية فاعل الذي قام بالفعل او الذي يتكلم الفاعل اي سبجكت فاعل صح هاذ فاعل فاعل اكات مفعول به كما العربية بالضبط فاعل فاعل مفعول به عادي صح عندنا مثال الاول she has اكات هنا يقول اي هاذ اي هاذ لو كان نحكي على ذاي ذاي هما هما ولا هم ولا هنه ذاي هاذ نحن هاذ ما فهوم يعني نملكة she has اكات I have two sisters شوفو قولنا two يعني جمع لو كان نحط هنا one one بركة الناحي الاس I have one sister اخت واحدة بركة ما نجبش نقول عندي اخت واحدة ونكتبله هنا جمعة يعني عندي واحدة وفي نفس الوقت رهن اخواتاتها ما فهوم او اخوة I have two sisters she has two sisters he has two sisters هنا راي نشرح لكم فقط في التصريف انتع هذا مفهوم لا عاودي خرجي و الدخلي حاببتي أرزو من عندك عاودي فقط خرجي و الدخلي فقط يجي عندك الصوت ترغبتي اشتركوا هنا تلامل تلامل تسجيل ماذا لدينا هنا؟ present simple present simple لدينا to like لدينا فعل like لدينا فعل بزيف بزيف نحن نقرأهم في المقطع هذا to لدينا فعل to works لدينا فعل لدينا فعل to works to work to work تعمل تخدم بالدرجة مفهوم؟ لدينا الأفعال تظلي مع I, you, they, we تقعد كيما راهي كيما راهي مع الجمع I الفعل كيما راه ان شاء الله نقرأ في التعليق بالعمزية she like he likes it likes هنا يزد as للفعل as she likes it likes مع المفرد نضيف as مفهوم هذي بلسبة للأفعال شوفوا تلميذي سنة أولى متوسط لازم تفهموا واحد الحاجة نحن عندنا في اللغة الإنجليزية زوج انتع الأفعال زوج عندنا فعل ما يتفهمش مع باقي الأفعال عندنا فعل هذا كشغل الفعل ما يتفهمش خلاص من الأفعال الأخرى شي هو هذا الفعل الميذي هو الفعل to be to be كان أو فعل الكينون هذا to be فعل يتمشى وحده تصرفه وحده كل يشتيعه وحده إلا إذا كنتوصلوا السنة الثانية والسنة الثالثة الرابعة إن شاء الله يعني وروح to be هذا يدخل في بعض الأزمنة كفعل مساعد كفعل مساعد صحة نحن نفهم مساعد to be هذا تصرف التعو وشي هو تصرف التعو مع i هو am تسمى am هذي am هذي وش هي am هذي عبارة على to be to be مصرف مع i بركي انت تحية تقول لي am و are منين جو ومنين جو الام هذي جت من فعل to be مع i نقوله am مع you نقوله are مع ذي نقوله are مع we نقوله are مع she he it المفردة نقوله is is هي تكون هو يكون الشيء يكون أو هي هي منعرف is بكم نشوفوها في التعريفات في الأمثلة مفهوم؟ هذا تبي تحفظ فقط مع i am they you they we are she he it is صح يعطيك جملة بهذا الشكل يقولك my father my father شكون هو my father هنا اسكم my father هو أنا i الضمير i ولا الضمير they قولوا لي my father شكون هو my father كيفش نقوله my father من توبي الفعل توبوه لا فعل لايك ها وش نزيده my father وش نقول فعل تو لايك ولا توبي وش نقوله كتبو لي في التعليقات ياس كتبو لي في التعليقات فقط تلاميذي ها ان شاء الله بعدها بعدها اخليلي التعليق فقط افترك امذي اللي حتى كلفتش نبعث لكم نبعث لكم شفوا شفتوا المنشور المعدل المنشور هذاك هنالك نضع رابط الامين ولا رابط التاعي وما فهم سي في احسنت هي 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 شفو شفو تلاميذك يحط لك my father وتحير وش تخير اس كو is ولا are is ولا are هنا يا my father راه هو هو بابا واحد بارك واحد بارك هو لا قلنا my father my mother my mother يعني هي she she ما فهم راح نقوله is is a teacher my father is a teacher he he ها هو هنا يكتبنا he ما قلوش نكرره في my father my father راح نقوله he like like not like خاتش like هاذي تمشيلي مع I you they we بصح like تمشي مع she and she and she and she okay ذو كنجي حليم ذو كندير هالك ان شاء الله لك فانا الوقت صح هنا نقوله he has a dog ما نقولوش he have نقوله he has a dog مفهوم حبيبي اوك صح انه اصنعو تخير فقط كبيوت تخير تخير